حذر حقوقيون من كارثة في السجون المصرية وسط تعنت السلطات في التعامل مع مضربين عن الطعام لسيما بعد وفاة المحتقى المصطفى قاسم الحقوقيون صلتوا الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المضربون عن الطعام واحتمال فقدانهم لحياتهم خلف القطبان وحملوا نظام السيسي وكذلك المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين معي لمناقشة هذا الملف وكذلك آخر تطورات الملف الحقوقي المصري الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان سيد أحمد العطار أهلا بك سيد أحمد العطار سيد أحمد العطار الشبكة الحقوقية ما المعلومات المتوفرة لديها عن هذا الإضراب حول عدد المضربين عن الطعام وحالتهم الصحية بداية أن تحيي لحظتك الإضراب عن الطعام هو أحد الحقوق الأساسية للمضرب عن الطعام أو النسجين واللي هي الآخر حاجة يقدر يوصلها للمطالبة بأدنى حقوق يعني نتكلم على أن الظروف التي يقاصيها المعتقل أو السجين في مصر من ظروف يعني غير آدمية ظروف استثنائية في معتقلات لا تتم لا بالإنسان ولا بحقوق ولا بأدنى شيء يدخل يعني يقوم الناشط أو المعتقل أو السجين بيدخول على الطعام طلبا للمطالبة بأدنى حقوق عندنا كان أربع معتقلين أو السجين أرأي الفترة الماضية تم إضرابه عن الطعام بدأهم بنشر المهندس أحمد بدوي الذي قام في يعني اعتقل الأكثر من عامين وكان بيطالب يعني الحصول على الإفراج أو إخلاق سبيله النظر أنه تجاوز على فترة حبس ولا عامين عندنا كان الصحفي شام فؤاد الذي يعني اعتقل في خليط الأمل وتم تدوره على زمن قضية أخرى وقام بإضرابه عن طعام رغم ظروفه الصحية الصعبة كان عندنا الشاب أحمد سمير الذي قام بإضرابه عن طعام لأنه تم الحكم عليه في أحد القضايا لجنح أمن الدولة طوارئ باربع سنوان السجن في أول جلسة فقط وجلسة يعني عندنا سيدة عولة القراضاوي التي تبلغ قرابة سين عاما أبنة الشيخ يوسف القراضاوي نعم نعم عندنا سيدة عولة القراضاوي التي بحبوسها احتياطيا في زنزالة انفراضية لمدة أربع يعني حاليا أربع سنوات منذ اعتقالها وهي مضربة عن طعام يعني طلبة فقط إخلاء سبيلها طيب إذا كان كل هؤلاء لديهم مشاكل صحية وظروف السجن غاية في السوء من الناحية الصحية والطبية فكيف سيؤثر إضرابهم على الطعام على حياتهم بالتأكيد هم طبعا هم بيكونوا عارفين أن دخولهم في إضرابهم على الطعام هي مقابلة أو مواجهة الموت أو انتكاسات صحية ممكن أن تؤدي يعني ظروف أو يعني مخاطر بالنسبة لصحيتهم ولكن المخاطر التي اللي هم عايشينها والمخاطر اللي هم بيمروا بيها داخل السجون وعدم اقتراض السلطات الأمنية بسلامتهم بأمنهم بحريتهم بكل شيء هي التي أكبرتهم على الدخول في هذا الإضراب عن الطعام المفتوح الذي يعني يواجهون فيه الموت بشكل كبير جدا منهم من يموت يعني هل هناك معلومات إضافية حول حيفيات وملابسات وفاة المعتقل مصطفى قاسم نعم مصطفى قاسم هو كان معتقل مصري أمريكي يعني لديه الجنس الأمريكية وأعتقل منذ فضل ربعة ويكثم الحكم عليه بخمشهر سنة سجن وكان في سجن تورا ومصطفى دخل يعني كان لديه بعض المشاكل الصحية ويدخل في ضراب مفتوحة مع الطعام أدت إلى أسف حدوث وفاة له بعد ذلك ورغم ذلك السلطات المصرية يعني مفروض من المفترض أن تكون السلطات المصرية عندما يتم بلخها بدخول أي شخص بالإضراب عن الطعام في دخوله عن الطعام يتوفير طبيب توفير عناية لكن ما الذي يحصل يعني هذه ليست أول حالة إضراب يعني في حالات الإضراب الماضية كيف كانت تتعامل السلطات المصرية مع المضربين عن الطعام كانت بتقوم ولازالت أن تتم احتجازهم في زنزين الفراضية ده صحيح يعني يعني أحمد سمير كان في زنزين الفراضية شامف وقت دواب موضع في زنزين الفراضية أحمد بدوي تم موضع في زنزين الفراضية طبعاً علاق الرضاوي أصلاً موجودة في زنزين الفراضية منذ أن أعتقالها ولكن زنزين الفراضية هل تقدم لهم رعاية طبية والصحية؟ بتأكيد لا بتأكيد لا هم حتى يعني في بعض الزباط أو الوكلاء من الشرطة بلهم أنتوا حياتكم تصرف فيها احنا مش مسؤولين عنها فبالتالي هي يعني مصادر القصوة في التعذيب على المعتقل يعني أنت لما تكون عندك مضرب عن الطعام أقل شيء يجب أن تكون به ودورك كمؤسسة أمنية ومؤسسة رعية أن تكون بتقديم الرعاية الصحية لهم طيب ولكن إذا كانت المؤسسات الرسمية المصرية لا تكترث لحياة هؤلاء ماذا عن المؤسسات الحقوقية في الخارج؟ يعني أنتم مثلاً هل هناك أدوات تستطيعون من خلالها إجبار السلطات المصرية على الاستجابة لمطالب المعتقلين؟ بالتأكيد ما عندناش حاجة نقدر نقبر السلطات المصرية على هذا لأن السلطات المصرية فقط غباروتها فقط يعني كل الوصف السلطات المصرية لأسف ترفض الاستماع إلى نداءات المؤسسات الحقية ولكن علينا كدور كمؤسسات حقية منظمات حقية ونشطاء علينا أن نكون بتمتابعة هذا الملف وتقديم الجديد فيه وتقديم الأدلة على ما تكون بالسلطات المصرية ولكن نقلها للدول الغربية هل يمكن أن يضعها على أجندة حتى لقاءات المسؤولين الغربيين مع عبد الفتاح السيسي؟ بالتأكيد هو ده اللي بيحصل هو ده اللي احنا بنقول عليه نقوم بتقديم هذه المعلومات وهذه التقارير للمؤسسات الدولية الحقية والمؤتنين بالشأن المصر عموما للتفاعل معهم وبالتالي احنا منتظرين ليس لدينا قوة كمؤسسات حقية على إكبر على فتاح السيسي ولكن الدول لديها القدرة لديها مصالح مشتركة وكذلك إجراءات مشتركة أن تقوم بهذا الدخل على فتاح السيسي من أجل وقف هذه العمليات الغير إنسانية في مقابل إطلاق صراحة أولا النشطاء في موقعكم على فيسبوك ذكرتم عن المعتقل صالح بدوي وقلتم بأن أسرته تعلم بوفاته دون أن تستلم جثمانه أو تعرف مكان تاريخ الوفاة القضية التي اعتقل فيها أساسا الموقع يتحدث عن ذلك هل يمكن أن تعطينا معلومات عن ملابسات وفاة المعتقل صالح بدوي نعم صالح بدوي هو مواطن مصري من قرية نهية من قرية المحافظ الجيزة عنده حوالي خمسين سنة وراجل اعتقل منذ سنتين تقريبا أصيبه هو داخل محبسه وببعض الأمراض كان عنده فشل في الكبد وتمت محاولات عادية جدا للعلاج ولكن فشلت وتم أرساله في 4 مارس الماضي إلى مستشفى الميري بالأسكندرية يوم 14 مارس الماضي قامت أسرته بالتواصل معه عن طريق أحد التلفونات في العنبر وتم منعه من الزيارات وهكذا يوم 16 تم إخلاء سبيله من المستشفى وتم أرساله إلى أين اللي أنا أعرف حتى اليوم حتى هذه اللحظة تم إبلاغ أسرته مؤخرا بس أول أمس بوفاته لم تعلم أسرته أين مأدوف إنه وأين مات وما هي ظروف الملابسات الوفاء ده طبعا ده مخالف للدستور ومموضي القانون المصري مخالف لقانون الجرارات الجرارة المصرية مخالف للأعرف الإنسانية حتى من المفترض أن تقوم السلطات المصرية يبلاغ أي سجين في حالة تدور حالته صحية يبلاغهم بوضعه الصحي بعمل زيارات له بإبلاغهم لو حصل الوفاء بتسليمهم في خلال 24 ساعة الوفاء كل هذه الجرارات لم تتم بتكيده وردت معلومات أيضا في هذا الصدد لقناة الحوار حول دخول الشاب المعتقل أنس البلتاجي نجل البرلماني المصري والقيادة في جماعة الأخوان المسلمين محمد البلتاجي في دخوله بإضرابا عن الطعام منذ عيد الأضحى المبارك ورفض تسلم الطعام المقدم إليه هذه حالات إضراب ربما تنتشر في السجون المصري ما مدى قدرة المنظمات العقوقية على متابعة كل هذه الحالات هل هناك مثلا حالات فعلا لا تستطيع المنظمات الحقيقية حتى أن تعلم بها وتتابعها بالتأكيد نحن عندنا مثلا مثلا بسيط جدا أنس البلتاجي وعلى القراضي ممنوعين من الزيارات منذ سنوات طويلة جدا موجودين في الزنزانة الفراضية يعني تكاد تكون بعيدة عن بقية الزنزين ومحتقين الآخرين وبالتالي الوسيلة الوحيدة التي بيننا كحقيين أو منظمات حقيقة أو بالأهالي وبين أنس البلتاجي أو على القراضي كمسان هو من خلال الجلسات التي يتم فيها تجديد حبسهم وهي بتتم في خلال 45 يوم يعني 45 يوم كامل ما حد شعر في حاجة خالص عن أنس البلتاجي أنا وعلى القراضي وبالتالي كل الخبر أو المعلومة اللي أهمي جينا عن طريق بس الجلسات اللي بتتم في تجديد الجلسات شكرا لك أحمد العطار المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان